كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد وخلال اللقاء أكد الرئيسان ارتياحهما لمستوى العلاقة بين البلدين وما شاهدته من تطور خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى الثنائي أو الثلفي بين مصر والعراق والأردن وما يسهم به هذا الزخم من ربط مصالح البلدين وتعظيم الفوائد المشتركة فضلا عن التطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة وقد حرص الرئيس السيسي في هذا الصدد على تأتيد دعم مصر لاستقرار الأوضاع بالعراق والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي خاصة في جهوده في مكافحة الإرهاب كما شدد الرئيسان على قناعتهما بأهمية التنسيق المشترك لدعم استقرار الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط بما يعزز من تماسك المنطقة في ظل الاضطرابات الراهنة التي تشهدها وفي هذا الإطار تم استعرض الجهود المصرية للتهدئة في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية حيث حذر الجانبان من التدعيات السلبية لاستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع والعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر